بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة اللغة العربية ها نحن طلابي نلتقي معكم في رحاب اللغة العربية وسيكون اللقاء مع الوحدة الأولى والمعنونة بعنوان سورة آل عمران مريم ابنة عمران في هذه الوحدة طلابي سنتعرف على سورة آل عمران وما هي فنقول بأن سورة آل عمران هي سورة مدنية بيّنت الآيات الكريمة التي بين أيدينا منها علو ودرجات الرسل وقصة مولد مريم ابنة عمران وكفالة زكريا لها وقصة مولد يحيى عليهم السلام وبيان صفاته ثم اصطفاء مريم عليها السلام وتفضيلها على نساء العالمين وقد جاءت الآيات الكريمة طلابي في هذه الوحدة لتؤكد على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الوحدة طلابي سيكون لنا حديث كما ذكرنا عن آيات قرآنية من سورة آل عمران كما أنه سيكون لدينا حديث مفصل في عنوان وحدتنا التنشئة الصالحة بالحديث عن جمال التصوير في الآيات القرآنية ونأخذ على سبيل المثال قوله تعالى وأنبتها نباتا حسنا هناك صورة جمالية في التصوير كما أننا طلابي سننتقل إلى مادة القواعد منها ويكون معنا جزئية ألا وهي الحديث عن النداء وفي الحديث عن النداء طلابي سنتعرف على مفهوم النداء على أسلوب النداء سنحدد عناصر النداء من حرف النداء ومن أداة النداء ومن أحكام المنادى وغيره كما أنه طلابي سيكون لنا حديث عن كيفية إعراب النداء وقبل ذلك سيكون لنا حديث عن تعريفه وهو كما موجود أمامه هو طلب شخص قصد الانتباه أو الإقبال على من يناديه ويتم بواسطة حروف لحروف النداء مثل يا هذه تكون للمنادى أيضا طلابي سيكون لنا حديث عن اسم الفاعل وهو أيضا من مادة القواعد المرفقة معنا في الكتاب لهذه الوحدة ونقول باسم الفاعل واسم المفعول بأن هناك أشياء مشتقة فعلى سبيل المثال نقول مثلا ضرب فعل ماضي إذا ما استخرجت منه اسم الفاعل يكون ضارب على وزن فاعل وإذا ما استخرجت منه اسم المفعول يكون مضلوب على وزن مفعول ولك بمثال بذلك شرب شارب مشروب وكتب كاتب مكتوب إلى آخره من الكلمات التي سنتعرف عليها وكيفية استخراجها من قواعد اللغة العربية أيضا طلابي سيكون لنا حديث بشكل أو عناصر القصة نقول بأن القصة طلابي هي فن أدبي يتناول حادثة أو مجموعة حوادث تتعلق بشخصية معينة أو مجموعة من الشخصيات في بيئة زمنية أو مكانية تنتهي إلى غاية أو هدف بنيت من أجله القصة بأسلوب أدبي ممتن لذلك تهدف القصة طلابي إلى التأثير في القارئ وإمتاعه وتسليته عن طريق التلميح والرمز ومن عناصرها الحدث والحدث هنا يمثل مجموعة من الوقائع الجزئية المترابطة في القصة وهي منظمة على نحو خاص أيضا من عناصرها الحبكة أو العقدة الحبكة التي تبدأ غامضة ثم تتكشف تدريجيا وهي قمة الحدث في القصة وهناك حديث عن الصراعان الداخلي والخارجي فهناك حديث عن الحوار إلى جانب الزمان والمكان في الحديث عن القصة سيكون لنا حديث عن المكان وعن الحل والشخصيات الرئيسية والشخصيات الثانوية والنامية والثابتة سيكون لنا حديث عن أبعاد الشخصية تتمثل في البعد الخارجي الذي يمثل المظهر العام والسلوك والبعد الداخلي في القصة والذي يشمل الأحداث النفسية والفكرية والسلوك الناتجي عنها سيكون لنا حديث في عناصر القصة عن الجانب الذي يشتمل وهو الجانب الاجتماعي الذي تشغله الشخصية في المجتمع وظروفه الاجتماعية في هذا الكتاب طلابي وفي هذه الوحدة سنلتقي مع عنوان قصة بعنوان حفظ الأمانة وكيفية المحافظة على الأمانة سيكون لنا لقاء طلابي بحول الله عز وجل هذا طلابي مضمل الحديث عن الوحدة الأولى من كتاب اللغة العربية للصف الثاني عشر قلنا نلقص بشكل سريع سيكون لنا حديث عن نص الاستماع سيكون لنا حديث عن آيات من سورة آل عمران سيكون لنا حديث عن آيات من سورة آل عمران عن موضوعاتها ماذا تناقش سيكون لنا حديث عن قواعد اللغة العربية مكتطفات من النداء للحديث عن اسم الفاعل واسم المفعول وعطفا على الحديث عن الأدب في القصة وعناصرها وما إلى ذلك هذا طلابي مجمل الحديث عن عنوان وحدتنا التنشيئة الصالحة شكرا لكم ودمتم بحفظ الله ورعايته شكرا جزيلا